السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ عهدت الله قال لا ادخن يا رب ربنا وفقه يا رب بفرح انا للمناس اللي مدخنين لما بيبطلوا تدخين بتبقى حاجة كده فتح وبركة وسعى في الصدر وصحة وعافية كده عهدت الله قال لا ادخن وكان العهد بدون قسم او يمين ولكن عدت للتدخين فقال يلزمني كفارة الجواب لا لكن يلزمك ان انت تشد حيلك بقى جربت هو قدرت يبقى ده ممكن يستعين بمدد الله سبحانه وتعالى يستعين بالبركة وكان كتير كنا نشوف مشايخنا يقولوا كمان للناس اللي بيدخنوا كنا زمان لما نشوفهم بيدخنوا وكانوا يقولولهم خلي فيه ذكر كده لما تيجي تحس ان انت منتنعت عن التدخين وعيس انت ترجع للتدخين تاني لان في الغالب لما كنا بندرس كده ونعمل احصاء وجدنا ان في الغالب الناس بترجع للتدخين ليه؟ يقول لك جهة للتدخين من اجل الضغوط انت مش عارف عمله ايه انا ما بصدق طيب فكان يقوله ايه خلي فيه ذكر كده لما تمتنع عن التدخين وتحس ان انت عايز ترجع للتدخين خلي فيه ذكر كده يشرح صدرك ويخليك اكتر اقبالا على الله وفي السياق ده لو انت مش عارف ذكر ممكن تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني ليه تقوله مسلا سبعين مرة لما تكون ممتنع عن التدخين وعايز ترجع تاني او قوله عشر مرات يا سيدي او قوله سبع مرات والرقم ليه معنى؟ اه ليه معنى فإيه اللي حاصل؟ سبع مرات عشان دوت يخرجك من النزول في النفس الامارة بالسوق في سبع اراضين وفي وحلتها او عشر مرات عشان تركي عشرك ياملت او دي سبعين عشان وكأنها تخليك في اكتر الارقام اللي ممكن تكون في العشرات تمنعك وتحجبك فاقولي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي وجرب ده ايه اللي حاصل؟ عليك كفارة؟ ما عليكش كفارة لكن عليك ايه؟ عليك ان انت ترجع تاني وتبطل سجاير ويالله على تقوى الله سبحانه وتعالى والاستعانة من مولانا سبحانه وتعالى